إلى وجوه جديدة وإلى قائمة عابرة للطائفية حقيقة يعني مو مجرد شعار وإنما من خلال هذه القائمة من خلال الوجوه الأساسية في هذه القائمة ورافقت عملية يعني تأسيس حزب الاستقامة وتشكيل القائمة بكل تفاصيلها ومقتنع تماما أنه القائمة بها وما يأهلها لأن تقبر الطائفية والمحاصصة للمستقبل لماذا سائرون ربما الكثير يسأل اليوم في الشارع لماذا سائرون بهذه التشكيلة التي انطوت على الشيوعيين على المدنيين ومن جهة أخرى على الإسلاميين وتكونت هذه التشكيلة ما الذي حدى بهذه الأطراف داخل سائرون أن تشكل هذا التحالف هناك رغبة يعني عراقية حقيقية للعبور من الأزمة الخانقة اللي يعيشها العراقيين خلال هذه السنوات الماضية بحاجة إلى خطوات جدية للعبور على الطائفية وعلى المحاصصة بحاجة إلى أرغبة لأن يتعامل كعراقيين مهما كانت ألواننا عقائدنا ولهذا يعني جاءت هذه الفكرة إلها صداها الحقيقي فالآن فعلا يعني بيها ناس بيها يعني من مختلف مكونات الشعب العراقي وعقائدهم وربما ينظر البعض لا وجود تناقض هذا بالحقيقة ما موجود تناقض لأنه جميع هم عراقيون وهذه الصفة يجب أن تجمعنا من خلال تنظيم ومن خلال عمل ومن خلال حملة انتخابية موحدة وأنا شايف الأمور ماشية بالشكل الصحيح لكن ساد نجيب لأول مرة ربما على صعيد التحالفات في داخل عراق ثلاثة انتخابات وهذه الانتخابات الرابعة لأول مرة تتوافق كتلتين إسلامية وكتلة أخرى شيوعية وأخرى مدنية هذا التنوع هو الذي خلق الكلام في شارع العراقي عن طبيعة سائرون لماذا هكذا تكونت لماذا لم تتكون في فترة سابقة مثلا يعني هذه اختمرت الفكرة وأصبحت الحاجة ماسية بعدين أكو عوامل مشترك بين مثلا يعني بين الجانب الإسلامي ضمن سائرون هم بالتيار الصدري نعم والتيار الصدري عدهم يعني رغبة بالتغيير وعدهم موقف مما يجري في البلاد لهم خصوصيتهم يردوني غيرون وهذا واضح على الأقل من خلال التلاهرات اللي يقومون بها والفعاليات ودائما رفعين شعار الإصلاح نعم هذا جمعهم مع الحزب الشيوعي مع التيار المدني فعلى خلفية سنوات مضت يعني مبقت صفة دينية أو صفة شيوعية بالموضوع وأنما أكو صفة وطنية عامة جمعة هل ثلاث مكونات الأساسية نعم سيد نجيب يعني أنت اليوم في داخل سائرون ونحن على مقربة من الانتخابات يمكن خمسين يوم أقل بقليل تجري الانتخابات ما الذي تبناه سائرون ما هو الجديد في الطرح في داخل سائرون على الأقل البرنامج الانتخابي هل أصبح جاهزا داخل سائرون شوف هو البرنامج الانتخابي أو البرنامج سائرون هو موجود يعني قلنا العناصر الأساسية لشكل منها سائرون وموقفهم السياسي ودعوتهم إلى الإصلاح والتغيير وعبور الطائفية هي هاي بحد ذاتها الشكل الأرضية لبرنامج انتخابي برنامج انتخابي نقدر نتكلم عنه هواية من التفاصيل وأكو عوامل مشتركة يمكن كل الكتل السياسية راح تتكلم ببرنامج انتخابي واحد نعم ونمر دون أصلاح وتغيير وعبور طائفية والقضاء على الفساد وتحقيق الأمن وتشغيل الشباب كل هاي القصص موجودة لكنه أي تحالف يتجسد في تشكيله هذه المفاهيم أكثر أعتقد سائرون لأنه سائرون كل اللي موجودين بهذه القائمة لم يرشحوا سابقا ولا يدخلوا في العملية السياسية مشتركوا بالعملية السياسية أم مشتركين بالعملية السياسية احنا مشتركين بالعملية السياسية أنا شخصيا مشترك بالعملية السياسية منذ ما قبل 2003 وبعد 2003 وآخرين أيضا لكنه مسلمنا من مناصب تنفيذية أو تشريعية ضمن هذه العملية اللي جرت خلال السنوات الماضية وهذا ينطبق على كل الأخوان اللي موجودين في تحالف سائرون هنا يأتي السؤال أستاذ نجيب من المعروف على المواطن العراقي هو مواطن نخبوي يعني ينجذب خلف السلسلة العشائرية والتوجه الطائفي والذي يرضيه ربما حتى ببعض الكلمات لكن كيف ستوصلون هذا البرنامج هاي القناعة الشرح توصلوها للناس بأنكم الأفضل يعني هذه القناعة متوفرة عد أموم الناس من خلال الأشخاص اللي موجودين يعني على الأقل يقدر الآن المرشح في قائمة السائرون يعني يقول يقدر يوعد على الأقل لكن أشوف الآخرين اللي كانوا مشتركين بالعملية السياسية من خلال منصب تنفيذي أو تشريعي ما أعرف يعني هو بأي وجه راح يقدر يقنع المواطنين هو مر بتجربة وصار له بالحكم و14 سنة وأسماء تداول هو ما يقدر يسوي شيء بالعكس نحو الأسوأ شون راح يقدر يجيب جمهور وينتخبوه أما إذا العراقيين يعني رادوا أن يكررون نفس آلية الانتخابات السابقة حزبية وعشائرية وطائفية ومناطقية والله بالحقيقة بالأخير ما يلومون إلا نفسهم هذا الطريق مصحيح والوضع اللي يوصل للعراقي الآن علي أن يوقف وأن ينتخب الصحيح أما إذا المواطن وديشوف كل الصور موجودة جدامه ومراه ينتخب الصحيح هو متأثر بأشياء معينة وهذا معناتها يعني قدر العراقيين بها الطريقة سيد نجيب ألا تعتقد أن الانتخابات المقبلة في قضية تشكيل الحكومة على الأقل هناك صعوبة في هذا الموضوع على اعتبار أن أغلب الكتل لن تحظى بأصوات كبيرة هذا أولا وثانيا الصعوبة الأخرى بالنسبة لسائرون أنها تبحث عن الكتل التي ينطبق مشروعها مع توجهات سائرون هذا شون رح تلقوه شون رح تتلاقح الأفكار حتى تتكونون هذا النتيجة يعني هذا إن شاء الله بعد الانتخابات وبعض النتائج أكيد أكو يصير تعاون مع الكتل الأخرى بهذا الموضوع لكن أكو سؤال يعني مهم أنه في ظل أوضاع العراق الراهنة العراق يعيش حالة تراجع في كل المجالات نعم يقول والمواطن العراقي يعاني هناك فساد إداري قاتل وفي كل مؤسسات الدولة ومنتشر عموديا وأفقيا ومن أقول عموديا هي المشكلة بالعموديا يعني الكل متهمين بالفساد واللي ما كان فاسد هو شاف الفساد وساكت وبالتالي يعني مجموعة فاسدة بالكامل زين هاي شون رح يتم التعامل وياها شون رح يتم تغييرها رح يتم تغييرها ولهذا أنا يعني مع نزوعي الكامل نحو الانتخابات وأعمل بجد نحو الانتخابات لكن أعتقد أنه الانتخابات هي غير كافية لوحدها لتصحيح الوضع العراقي يعني أنت تتخيل أي كتلة من الكتل حتى إذا كتلة اصلاحه وجوا بالبرلمان ومقابلها ثلاثة أربع كتل ميردون من الاصلاح وهذا السؤال يعني يعني هو رح يتحقق الاصلاح بطريقة هاي وعليه لازم يتوجهون للمعارضة بالنتجة يعني يتوجهون للمعارضة المعارضة غير منتجة بعديا كل الكتل كل الناس ملوا من كلام المعارضة الآن اللي يقدر يخدم العراق حقيقة هو اللي يلزم منصب تنفيذي ويبدي يصلح المكان اللي هو به معارضة بتقديري ضرورية لكن ما تصلح وحدها الآن العراق بحاجة إلى قادة تنفيذيين نزيهين شجعان قادرين على أصلح ما موجود عندنا هل الانتخابات وفي ضل نظام برلماني ومحاصصة وصفقات تعلموا عليها خلال هل 15 سنة هل تقدر تصلح الوضع العراقي؟ هذا سؤال أنا طرحه ما عندي جواب بس أنا أعتقد نحتاج مع الانتخابات رأيي وهبة جماهيرية حقيقية العراق يحتاج إلى ثورة حقيقية لإصلاح وضعه القضية الانتخابات وورا انتخابات هاي حصتك وهاي حصتي ورجعنا إلى نفس السياقات القديمة ما تصلح العراق هذا يتوصل مجموعة جيدة للبرلمان لكن هذه المجموعة ما راح تقدر تنتج شي جيد للعراقيين إذن لا محيص عن الذهاب إلى الأغلبية السياسية التي يتبدناها بعض الكتل اليوم في داخل الساحة العراقية هلأ أنتم مع هذا التوجه؟ شوف هذه الأغلبية السياسية هاي مصطلحات عامة نقول لي يعني شلون ومن اللي راح يقودها هاي الأغلبية وطيك الجواب أما مصطلحات عامة كثيرة أغلبية سياسية شنو الأغلبية السياسية؟ ليش هو اللي يدعب يعني كثير من العخوان اللي كانوا يتكلمون على الأغلبية السياسية لش صلاحياتهم كانت يعني قليلة؟ وما صارت الأغلبية السياسية؟ ما صارت بس عندهم صلاحيات كاملة وضمن هالصلاحيات كانوا يقدرون أن يشتغلون ثم يميلون إلى المحاصصة وتبادل الصفقات والمواقف الانتهازية لذاتهم ما كان يعني ما أقدر أنا أعتمد على لأنه نظام ما بأغلبية سياسية وعليه الأغلبية السياسية هي البديل لا أنا همي الأشخاص إش قد نزيهين إش قد وطنيين إش قد هم بجائين يشتغلون حقيقة طيب مستاذ نجيب أنت اليوم تجري بعض اللقاءات مع جمهورك تطلع إلى مكانات معينة ماذا استشفيت من الجمهور ماذا لمست من خلال مجساتك على الأقل على الأرض هل فعلا هناك قبول للتغيير شقد راح تكون نسبة التغيير البعض متخوف حتى من أن يكون هناك مقاطعة للانتخابات هل أنتم داخل هذا الجو تم دراسته تم تحليله داخل هذا الجو المجتمع العراقي يعني ما عنده ثقة كبيرة بالانتخابات ويتكلمون الناس عن أمراض وعن عقد كثيرة وكلام كثير وغير موجه وبالأخير المواطن العراقي قليلين ليعرف شيريد لكن بالأموم هم يردون تغيير هذه الوجوه التي تحكم العراق بطريقة ما خلال 14 سنة أصبحت وجوه غير مرغوبة يردون جديد يردون إصلاح يردون معالجة الفساد المالي والإداري بالدولة وبشرط أن يكون هذه المعالجة بدءا من رأس الهرم نزولا إلى القاعدة وليس العكس الحرامية بالعراق والصفقات وتبديل أموال العراقيين أصبحت شغلة غير مقبولة نهائيا فالمواطن العراقي الآن من أن تحشوا عن الانتخابات هو يعني يصور أنت بيدك حل سحري ويريد يفاوضك هو حقهم يعني وبعدين يصورون النائب بالبرلمان هاي كلية هبيدة ولهذا يقسم يطالبون من النائب تصليح الشوارع والخدمات والتعيينات طبعا من حق المواطن أن يطالوا بذني كل تن لكنه ماكو ثقافة يتبين أنه شقد صلاحية النائب لمن يجيه وشقد الفترة الزمنية مع ذلك هاي المطالب الشعب يجب أن يتبناها الجميع والجميع يجب أن يأشرون على الفاسدين والجميع عليهم أن يأشرون على الخلل اللي صار زين عندك تفاول عالي بهذا الموضوع لكن شقد النسبة معينة ممكن أن تدخل التغيير بالنتيجة هناك مال سياسي وبدل هناك عمق سياسي أيضا متوغل في داخل الوسط العراقي وهناك أيضا توجه الطائفي مثل ما ذكرنا يعني أنا أعتقد أنه بالأخير يصير تغيير بس قد يكون هذا التغيير من حيث الانتخابات تغيير يصير بنسبة مقبولة لكن أول على تغيير أوسع يصير بعد الانتخابات لازم الشعب هل مرة يعني يشارك بفعالية بما يجري بالبلد يعني الحرام يقولون أنت حرامي ما يقولون غير شيء ما يقولون هذا غير كفوء وحبرة غاية الصفقة الشعب العراقي مطلوب من عنده أن يفعل دوره يعني من أكو تظاهرات يقولون تظاهرات يطلعون حقيقة مو يطلعون نسبة قليلة والآخرين يستهزئون باللي يطلع بالتظاهرات وباللي يقعدون يسولفون يردون تصليح ويردون تغيير ويردون أصلاح يجب على كل عراقي أن يتحمل مسؤوليته على الأقل يأشر على الخطأ ويأشر عليها صحيح مو مجملة أفهم من كلامك أنه وهي أولا دعوة للاستمرار بالاحتجاجات والتظاهر نعم ثانيا أنه رح نبقى في هذا الجو هناك أشخاص خطأ وهناك تظاهرات لح المفروض الانتخابات مع تظاهرات يزيح الناس الخطأ يعني شقد نزيحهم شقد نزيحهم كلهم المطلوب كلهم مزاحتهم طيب وأنا أعتقد هذا أعتقد الكل السيئين ينزاحون لكن الأسس عمل اللي برزوا من خلالها هؤلاء اللصوص وغيرهم يجب أيضا مراجعتها المحاصصة السياسية في تولي المصالح العامة هي أساس الفساد بالعراق هذه المفروض تلغي إذا أنزالوا الفاسدين وباقي المحاصصة تجدد الفساد رح يزيد فعدنا محاصصة وعدنا مفسدين يجب أن يطلعون وبعدها عملية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في كل مؤسسات الدولة يجب أن يعتمد هذا الدولة السيد نجيب البعض يقول أن المطالبات بإخراج المفسدين هو اتهام بحد ذاته للمؤسسات التي تعمل على رصد الفساد مثل عندنا مفوضية النزاهة وعدنا مكاتب المفتشين العمومين داخل الوزارات هذا بحد ذاته الكلام ربما اتهام لهم ومن حق الشعب أن يتهمهم لأنهم ما قدمون هاي المؤسسات هاي العناوين الكبيرة واللي يتنافسون عليها على تولي هشم المؤسسات فالمقدم والنفد فاسد من صدق يعني بمستوى كبير ما أقول لك يجوزك وسألاف المؤتقلين على مستوى كبير ما قدمونه عبد الفلاح السوداني مثال عبد الفلاح السوداني هذا كل العالم ظل يدق عليه والرجال محكوم ويدور عليه الأنتربول للدول يجابه احنا عدنا فاسدين قبل عبد الفلاح وورا عبد الفلاح موجودين بالعراق خليسون جرد على الأموال كل مؤسسات الدولة لها فساد طيب قبل أن نخوض بحديث آخر اسمح لي أخذ فاصل السادة أحبة المشاهدين فاصل ونعود إليكم أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين أعود لك أستاذ نجيب ذكرت لي على الفساد قلت له كل المشاركين فيه أو كل المؤسسات في الحكومة فيها فساد اليوم إذن لماذا خمدت المطالب التي طالبت بحل مكاتب المفتشين العموميين داخل وزارات وإن تحل بدلها هيئة النزاهة يفعل دورها أو تحل جهة أخرى رقابية على الأقل حتى تخلص الناس من هذا الفساد هذا بيد القرار بيد البرلمان والجران وكلها تسويف وبالأخير صفقات جزء من الفساد أتوقع أنه أكو ناس مغطين على هذا الموضوع أكو ناس مغطين على هذا الموضوع من مصلحتهم أن يبقى الوضع بهكذا طريقة يعني أكو مصالح جارية يعني شوف هسا مثلا هيئة النزاهة بالبرلمان يتنافسون النواوضة جدد على أن يكون عضو بهذه لجنة النزاهة نزاه نعم لو إش يريد يحمي نفسه مثلا يريد يحمي نفسه مو يحمي نفسه عشانه في الأغلبية يريد يستفاد بدل ما يعني يراقبون الوزارات ومراقبة جديدة هم يراقبون الوزير شون يراقبونه يراقبونه شوفوه متورط بشغلة حتى يرحون يساوموه مو حتى يصلحون وضعه هذه حقيقة هاي هذه تكهون لا 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 هذه حقيقة بدليل لحد الآن ما تقصر وزير حقيقة بموضوع الفساد علما الفاسدين معروفين وهذه اللي جاء يعني هيش مجرد مناصب وامتيازات وحمل ثقيل على الشعب أستاذ نجيب إحنا مودفان عنهم بس إذا نتحدث عن وزير وإخفاق وزير هو دا يجي يستجوب داخل مجلس النواب لكن بعدين ما يكمل الاستجواب أو حتى يصوت عليه بالقناعة لأن أكو جهة سياسية أكو جهة سياسية واتفى بظهره حتى الاستجواب أنا ما أعتقد جهة سياسية هذا تجري من خلال علاقات شخصية أكو مساومات ما المعنين مو جهة سياسية إلا إذا كانت الجهة السياسية المعنية ذات فاعدة مباشرة من هذه الوزارة وهمنا قضية إفسادية فاعتيادي يحاولون أن يبقوا أو يسترون عليها بس بعظهم الحالات اللي تم التستر عليها يعني مصالح مصالح ذاتية يعني أنا أعرف وزير موقع ما نعم سنوات قبل 8 سنوات رجال ما عنده شي بعدين طلعت عنده أملاك بالخارج فمن ضمن اللي صار سؤال إلي يا سعلوني قال هذا كان في فترة من الفترات من معيتك بحركة الضباط الأحرار طي إش كان يملك إش كان هاي قلت لهم أعتقد يعني ما كان يملك شي الرجال على قد حاله قالوا هذا مش تريع مارب كذا مليون دولار بفلان مكان قلت لهم فهي المعلومة تبين هذا بحث للمسك هذا الوزير بهذه الشغلة وبعدين دخله ويا شركاء بتزو دخله ويا بتزو إلي فهي مو جهة سياسية هاي أشخاص بس أشخاص متنبتدين مناصب الدولة العراقية تمباح يعني أخذ بالجيش العراقي كل واحد كل منصب إلى تسعيره معينة يعني شغلة يعني مو خرافية قاد فرقة ببيش حسب الظروف وحسب الوقت يعني لكن أنا يوم واحد ما يعرف الشخصيتي يعني بالتفاصيل يعني وقاعد يعني غاب عنه وده يحشي لي عن موضوع قال انت نعيد عن هذه الأمور والدور سياسة شي لك بيها هاي وحتى إذا صير وزير شي لك بيها تعال رتب لك قيادة فرقة وانا مشيت ويها بالحجف يعني قلت له هاي شلون قال هاي بفلوس فيه قلت له واذا أنا ما عندي فلوس قال قد بسيطة هاي تترتب انت دوافق من حيث المبدأ وحنا نرتب الكي بالآجل ممكن قلت له على شنو هاي قال والله احنا نبيعها بخمسين دفتر مدربيش منزينا وهاي هل قيد كلفتها قلت له وشلون يعني قلت له خير فاجأت قلت له يعني انت تعرف يعمل لتحدث تباين متوهم هو يعني وهو شخصيا يعني هو مرتبط بجهة معينة زيان زيان هو مراح بعديا انطرح اسمي عليهم قلت له شو ورطتنا بهذا الموضوع بس هذا الرجل يشتغل واجهه واجهه لحزب سياسي وعدهم نفوذ هذا على مستوى الضباء هذا على مستوى حتى على مستوى الوزراء وصل يعني بهذه الطريقة وصل لك مثل هكذا نماذج شوف يعني هذا الكلام اصبح يعني ما يحتاج لبرهان طيب النتائج ما وصل للعراق من انحدار بكل المستويات يدل هذه المعلومات انا شخصيا يعني قبل عشر سنوات كنت حشيا عن هذا الموضوع بشكل عام بس ما اعطي بطفل لان ما مقتنع 100% لكن هسا لا صارت لي قناعة انه الوزارات يبيعوها وراء الانتخابات الكتل تتفاوض ضمن الكتلة ومبالغ يبيعون يشتري الوزارة بفلوس ولهذا الوزير من يجي مشتريها الوزارة يقوم هو هم يبيع يبيع العقود يبيع الوظائف يبيع املاك الوزارة يتصرف لانه واشتراها زيان ومع الاسف يعني اكو رئيس وزراء ويسمع بهذا الكلام ويقبله ومو اكثر من رئيس وزراء اكثر من رئيس وزراء يسمع عنده وزير يعين موظفين بفلوس شون يقبلها هاي مستحيل هاي قبول هاي الشغلة يعني انا اذكر كنت امير لواء نعم سمعت بأحد الوحدات ده يساومون جنود ده يسترحون ياخذون من عندهم مبالغ هذا الحشب بالتسعة واثمانينة جمعت امير الوحدات والضباط وقلبتوا الدنيا عليهم قلت انهم لحد انا مدى احشيركم بالوطنيات وبالعسكريات انا على الاقل احافظ على سمعة الشخصية انا موجود انا امير لواء اهناني اشلون تصرفون بها الطريقة هاي استغرب انا رئيس وزراء يسمع عنده وزير دي عين موظفين بفلوس ما رد اقول غير شي ويسمعها منها ويطلعها منها ويسمع فلان وزير عنده يبيع العقد وياخذ نسبة عليه يعني احنا هذا دلالة انه ما عندنا خلال هالفترة هاي رئيس وزراء يملل عين وفعلا يحظم ثقة الشعب ما كون شنو برأيك مواصفات رئيس الوزراء اللي يملل عين للمستقبل للمستقبل يجب ان يكون هناك رئيس وزراء صريح شجاع عنده مهنية عنده قدرة بالادارة عنده مؤهلات قيادية وبعدين يكون بعيد في رأيه عن الوسط اللي جرى خلال هالخمسة عشر سنة لان هذا وسط كان كله مساومات وصفقات وحنا شفناها رئيس الوزراء قبل ما يصير لازم يروح يرضي الناس بكردستان ولازم يرضي فلان جهة ويزور فلان دولة هاي هاي ما تخدم برأيه يجي رئيس الوزراء يتمتع يعني عنده تاريخ وطني ما يساوم عليه عنده تاريخ ما يساوم يساوم هو عنده قوة شخصية عنده إدارة ما يقبل لازم لازم ما يقبل رئيس الوزراء وذبانه توكر على خشمه مو يقبل مؤسسات عنده تبوق فلوس وفساد وهو ساكد يحول الأمور للنزاهة وبدون أن يحاسب أي واحد أو يتكلم راح نسوي وراح نسوي العراق يحتاج لرئيس الوزراء يقوم بدور المنقد يحافظ على أموال الشعب يحافظ على الأمين يحافظ على سيادة البلد يحافظ على المؤسسات الوطنية يحافظ على الهوية الوطنية العراقية هذا مؤكد دور لرئيس الجمهورية أيضا في هذا الجانب الاعتبار الذي يسهر على حماية الدستور وهو القائد الأعلى القوات المسلحة ولا واحد بالدولة العراقية قاعد مبكانه وهو بالمواصفات المطبوعة رئيس الجمهورية رئيس وزراء وزير رئيس برلمان كلها جوهم عن طريق محاصصة وصفقات أكو غير شي الصفقة شا تجيب ما تجيب رئيس جمهورية بالمواصفات اللي معروفة عن رئيس الدولة طيب ولا تجيب رئيس وزراء بالمواصفات اللي رئيس وزراء اللي يستخدم كل صلاحيته وبقوة لفرض القانون والحفاظ على أرواح الناس وعلى أموالهم إذن شنو معنات الحديث عن الإصلاحات وحكومة التكنقراط والكفاءات هذا لازم أنت الخم تبطل لازم تحجي أنه العراق لازم يصلح الحق لابد أن يكون إلى عنوانه والبقوة اللازم أنا تقول يصلح خمه نسكت هذه الحكومة هي التي تبنت هذا المشروع قالت أنها ماضية بالإصلاحات وأقالت وزراء واستبدلت بعض الوزراء لكن لم يتغير شيء فعلا يعني على أرض الواقع يعني مكان إقالة ويجيب البرلمان ومساومات وصفقات ما ماكوش يعني لا هذه ليش أقول لك يحتاج لها شغلة تتعدى حدود الانتخابات يحتاج لها إلى موقف شعبي صليب من رح يقوم بهذا الموقف برأيك؟ والله هذا يقوم العراقيين عليهم أن يقوم بي كشعب وربما بالمستقبل يطلع كتلة سياسية من مجموعة نواب انتخبوا وجراء انتخابهم بشكل صحيح ويستحقون ربما يشكلون كتلة قوية يقودون هالجموع هذه وإلا بالطريقة الروتية ما تصلح هذه أي كتلة قد تريد تجيب من المقاعد بحيث القرار يبقى راخي وانت شفت التصويت بالبرلمان العراقي ما بيهداف وطنية التصويت تصويت صفقات على كل القوانين كل المشاريع فما تنتج هاي الآلية اللي احنا ماشيين بها ما تنتج أصلاح بالعراق طيب إذا هي حتى قضية الاحتجاجات الشعبية نظمت عليها قوانين مقيدة في هذا الاطار هاي شون عث القوانين هي بس على الاحتجاجات الشعبية لا تزال الحرية مقبولة نعم بس قول خلي الناس يطلعون وفعلا يطلعون بها عداد كبيرة ويسرون على هذا الموقف والفاسد يقول له الفاسد مو جاملوا زين يسر تغيير مو المفروض أولا ندعو للانتخابات أولا ونتحدث عن الذين يقاطعون الانتخابات قبل أن ندعو للتظاهر والاحتجاج الشعبي هو طبعا الآن الدعوة متوجهة للانتخابات الدعوة متوجهة نقنع الناس تعالوا الانتخابات وتعال أنطي رأيك بالانتخابات بس أنا أحشي لك إلى مرحلة ما بعد الانتخابات صارت الانتخابات وحصلت هذه الكتل يعني شتري تقول كل من المقاعد وقعدوا هذه الكتلة بنسب معينة ومن أخير من جاوردون يناقشون الإصلاح كتلة تريد إصلاح والبقية مجاملات ومصالح تشتغل وين رح نوصل ما كو غير أنه يذهبون ذول إلى المعارضة مثل ما ذكرم بداية الكرة وبعديا قد يذهبون للمعارضة خالي يصل لدينا معارضة أول مرة بداخل البرلمان حقيقية هي واحدة من الخطوات ربما معارضة حقيقية شارع ولازم شارع بالأخير يتحرك ويغير الطريقة هاي لمالتنا البرلمانية والمخصصات كلاسيكية هاي سهارة هذه شايفيها إحنا بدأت أدي إلى نتيجة ياريت يعني ياريت بس ما شايف هانا صلح زين خلنا نرجع إلى داخل سائرون أنتوا قعدتوا درستوا هذا الوضع اللي سنتحدث به هذا الوضع خرجتوا بمخرجات معينة مثلا هذا الوضع الآن سائرون مثل أي كتلة أخرى إذا نقشون موضوع الانتخابات والحجد الانتخابي وآلية الانتخابات وغير هذا هو الآن اللي دايج للتركيز عليه وراء الانتخابات يعني لكل حادث حديث بس أكيد عدنا أفكار يعني شن اللي اللي رح يصير وراء الانتخابات وهذا هم رح على ضوء الحجم المقاعد اللي رح يحصل تمام بس لازم أكيد عدكم خطة إليف خطة باء الجهات اللي ممكن تكون قريبة منكم الأطراف اللي ممكن تتحالفوا إياكم يعني أنا اليوم أجد من الصعب أنه كتلة تتحالف مع أسائرون بهذه السقوف التي تتحدث عنها شون رح تتحالفون إياه ليش يعني أكو انتخابات رح يجون للبرلمان ناس يعني ربما جيدين يعني يش لا داخل نفس الكتلة المجربة ربما ربما يعني لأنه أكو أكو عجوف عن انتخاب الناس المجربين طيب وبالتالي هاي فرصة للآخرين يعني يبرزون وربما صرفها نسبة عالية من هؤلاء ناس نظيفين وعدهم كفاءات وتقنقرات وذاك الوقت ممكن التعاون وياهم الاتلاف وياهم إحنا هاي العناوين ترى مو عناوين مقدسة يعني شون الكتلة هما بالأخير عراقي وصلوا للبرلمان يعني الخوش عادمل بيهم حتى يكون الكتلة أليف أو باء أو كذا إذا هو مؤهل فعلا يلتقون هذا ولد جيدين شون يلتقون يلتقون بأي طريقة يعني إذا يطلع هو من كتلة راح يحاسب أما مثلا يغرم أو ينبد من داخل الحقيقي حتى هذا يحاسب شون يحاسب شو سوله يحاسب شو سوله يحاسب ما أعرفان شون نوع التعاهدات اللي ما أخذيها علي قبل الانتخابات من التعاهدات والله بك كل تعاهدات عن مدى أتكلم عنك مدى أتكلم عنك بس أتكلم عن الكتلة الأخرى يعني شون التعاهدات ربما تعاهدات تصل إلى الاستقالة على مد شون إذا يفكر يخطلع من الكتلة أو يتنازل عن موقف الكتلة أو ما يصوت مع رئيس الكتلة إيه مؤاني أحكي لك تجربة ثلاثة انتخابات جرت والكل يتحدث اليوم داخل مجلس النواب تحت الظوء وليس في الظلام بأنه رئيس الكتلة هو من يتحكم بالنواب الموجودين معه هاي شون رح يعني هاي سطوة رئيس الكتلة هذا موقف سياسي شون رح يطبق على الآخرين لا بس هناك كثير نواب طلعوا من رئيس الكتلة وبعدين رأساء الكتلة اللي عندنا يعني الآن خليهم أمام الرئي العام العراقي وينطيهم حقهم بالتقييم صراحة يعني يعني أسهو الآن العراقيين عندهم عزوف على الانتخابات يقولوا ردي وجوه جديدة يابا طيب لا مو أكو جوه جديدة لا مو رأساء الكتلة الباقية نفسهم يعني هو بالأساس أكو رأيي أكو موقف مسبق تجاهك زين أنا أردسيلك سؤال اليوم العراقي شنون يعرف هذا الشخص دي يشتغل وهذا الشخص ما دي يشتغل إلا من خلال الإعلام من غير طريق لا يوجد جهة داخل البرلمان حتى لجنة شؤون الأعضاء مدى تطي تقييم حقيقي للأعضاء اللي دي يشتغلون من اللي اللي مانهم علاقة للموضوع شوف أكو أعضاء يعني اللي هم دور كان بارز بعدين عمليات التصويت على القوانين وعالكذا وبعدين هون البرلمان يعني أكو الآن سنة الرابعة البرلمان شقد يعني حضرتك تعرف من النواب يعني شايف وأنت رجل إعلامي ممكن فت ثلاث من النواب فقط والله إذا تعرف أنا رجل سياسي ما أعرف يعني عدد كلش قليل من عندهم لأن هما معدهم فعالية لا تسمع بي عنده فعالية على المستوى يعني المتابعة الحقيقية ولا حتى على المستوى الإعلامي حتى إذا تشوفها بالشارع ما تعرفه طيب وللسنة الرابعة هذه اللي أنه طريقة الانتخابات واللي تجي والشد الطائفي والدور رؤساء الكتل وعوامل كثيرة يعني والتزوير والفساد اللي كان في مفوضية الانتخابات واللي يعمل أنه في هذه الانتخابات يعني يتعالج هذا الموضوع راح نحكي به هذا الموضوع لكن سمح لي أخذ فاصل أخير راح أحبة المشاهدين فاصل أخير تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين أستاذ نجيب كنا نتحدث عن وجود النائب داخل مجلس النواب ووضعه في داخل المجلس والعمل في داخل المجلس لكن اليوم أيضا خلنا نتحدث عن مفوضية الانتخابات التي هي من توصل هذا النائب إلى مجلس النواب هناك الكثير من الذين يعترضون اليوم على الآلية التي تتبعها المفوضية على الأقل في جهاز تسريع النتائج والخطة أليف والخطبة المفوضية قالت أنها ستتبع جهاز حديث في تسريع النتائج لكن في حال حصول أي إخفاق ستعود إلى الخطبة التي هي الخطة التقليدية التي ممكن أن تؤدي بنا إلى انتظار شهر كامل حتى خروج النتائج ما رأيكم؟ والله الحقيقة هي يعني الموقف من مفوضية الانتخابات موقف سلبي يعني خاصة كل المفوضيات يعني نحن خوفنا نقيمهم شخص شخص يعني بس نقول كمفوضية وموقفها من الانتخابات حسب التجارة السابقة مواقف غير مشجعة وما توحي بالثقة فالناس تشبث بوسائل أخرى من ضمن هذه الوسائل الإلكترونية على اعتبار حتى تضمن حق الناخب والمرشح طيب بس هذه أكيد بها أيضا ثغرات معينة الصحيح أن نبدأ نعالج هذه الثغرات من يعرف هذه الثغرات أصلا يعني؟ المواطن ما يعرفها المواطن ما يعرفها بس أكو جهات يعني مفروض الأحزاب اللي داخلين متابعين هذه الأجهزة ومتابعين الأخطاء اللي يمكن أن تقع في هذه الأجهزة وكتلة سائرون أدهم ذاك اليوم كان هناك برنامج وقدموا ورقة إلى البرلمان حولها وعقدة ومؤتمر كان كنتم موجودة هناك وحددوا الثغرات اللي ممكن أن تستغل التزوير في جهاز تسريع النتائج؟ لا في أموم العملية لهاي الإلكترونية في عملية التصويت في عملية نقل المعلومات في عملية يعني في حالة حدوث عطل يعني خلوا كل الاحتمالات طيب فنأمل أنه على الأقل تحد من التزوير هاي أنتوا تحدثوا لكن هل وصل هذا الكلام فعليا إلى المفوضية؟ هل لمستوا مجراءات فعليا؟ هذا الكلام وصل مباشرة إلى المفوضية وصاروا إياهم كلام مباشر وربما بعض الأخطاء أو الاحتمالات اللي تم تشخيصها يضمن كتلة سائرون استفادت من عدها المفوضية يعني هم كمان ربما كانوا ما من تبهين إلها والموضوع تحت الدراسة يعني وأعتقد تكلفت دكتورة ماجد التميمي أن تقدم هذا المشروع للبرلمان طيب ويعني القصة راح تأخذ موضوع باهتمام هو البرلمان ممكن أصلا بعد ما راح يناقد يعني بعد هالفترة يعني هو انعقده ولا ما انعقده ونفس الشي تمام لكن ما هو قدر الخشية داخل سائرون أن تكون هناك محاولات للتزوير أو التلاعب بالأصوات والله الخشية موجودة يعني خاصة من المرشحين اللي مروا سابقة بهذا الموضوع يعني شخصيا الخشية تبقى عندي وما مطمعا من عدها شنو اللي ادعاك إلى التجديد التلشيح مرة أخرى بعد تجربة سابقة المشروع اللي انطرح أنه المشروع اللي انطرح أنه أكو سائرون راح تشكل هذه الكتلة وبها يعني نواية جدية مثل ما قلت في بداية البرنامج لعبور الطائفية والإصلاح وموضوع التزوير شلون قالوا راح نتخذ كل ما يعني كل ما بوسعنا من إجراءات لمنع التزوير واللي صار أيضا جزء من العملية هو عملية الانتخاب للنازحين والمهجرين هذه وخذت بنظر الاعتبار شنو وجهة نظركم حيالا يعني هو يا راية أنه كانوا نازحين وهجرين في أماكنهم كانت تم العملية بشكل أسلس بس بما أنه الانتخابات صار قرار عليها أن تكون إذن يجب أن تتخذ إجراءات أخرى لتأمين أصوات هؤلاء والإجراءات موجودة يعني قضية التصويت داخل المخيمات التصويت داخل في أي مكان يقدر يصوت يعني فيه موجود راح يأمن ولا تصويت نعم أنا خليت هذا الجزء الأخير من البرنامج للموضوع العسكري لأن يعني هو أولا يصل باختصاصه ثانيا اليوم يشكل بلد من هذا الترحل في المؤسسة العسكرية وإلا اليوم جهات كثيرة قاتلت على السواتر في سوح القتال تعددت الأصناف تعددت المسميات لماذا هذا التعدد كيف ممكن أن تجمع هذه الأشياء مرة أخرى هل لديك رؤية في هذا الإطار؟ يعني تعدد هذه الأجهزة وهذه الجيوش نتيجة الفوضى يعني اللي مر بها العراقي بعد 2003 يعني المحتل حل الجيش العراقي وحل المؤسسة الأمنية العراقية وبعد فترة بدأ يشكل هذه المؤسسة لكن على أسس غير صحيحة فصار عندنا كم كبير من الناس المنتسبين للمؤسسة الأمنية لكن هناك ضعف في القيادات ضعف في التدريب في التأهيل بعدين هذه المؤسسة انتشر بها الفساد بشكل خطير وبالتالي الكل يشعر أن هذه المؤسسة لابد من يعادة تنظيم لها حتى استخدام الجيش يعني في مفاصلة حقيقية استخدام غير موضوعي وغير صحيح يعني فرق بكامل هي متحولين إلى سيطرات وبداخل العاصمة وبداخل المدن وتحولوا إلى ناس أساءوا بسم كبير من عدهم إلى التصرف مع المواطنين وغيرهم يعني ذاك اليوم ده أسمع قاعد قيادة بكافحة الإرهاب حول الموصل يقول هذولا الناس يعني أساءوا إلى أبناء الموصل مثلا وكان سبب من أسباب ما حدث بالعراق وإحنا هنا بغدار نشوفهم ما تسمع أفواج وسيطرات عطرق الرئيسية والمدن الرئيسية ويأخذوا الرشاوي أو المطعم تشلبين به والعنده قراج تشلبين به والعنده محل يأخذون عنده خاوة لها الشكل الجيش وهذا غير صحيح وهذا الجزء من منظومة إفسادية في حين الجيش العراقي وبي ناس يعني بي شجعان وبينزيهين لكنه تكليفهم بهذا الواجب وبهذا الانتشار اللي كان أحيانا إلى ضرورة ولكن يجب السيطرة على هذه الضرورة ومتصبح هذا الفوج مسؤول عن هاي المنطقة وهذا الفوج وآمر الفوج يفتر يجمع خاوة من كل المحلات وجنودها يعرفون به فخاين فقدت كل المعاني الصحيحة هذه كلها يرادلها مو أصلاح يحتاج لها عادة نظر يعني يحتاج لها تغييرات جدرية بهذا الموضوع المؤسسة العسكرية العراقية الآن يعني إذا نحسبها بكل التشكيلات مو أقل من مليون ونصف شخص تابع لهاي المؤسسة ويأخذون رواتب ومحسوبين على الدولة وقدموا تضحيات كثيرة لكنه ما بحبوك شغلتهم ما منظمها بشكل كافي يرادلها قادة كفوئين وزراء كفوئين ميانيين ما تبقى فيها الطريقة هاي كل الوزراء الأمنيين من المؤسسة الأمنية لحد الآن يجبوا لأنه من الحزب الفلاني لأنه من الحصة الفلانية ما أجى واحد لأنه عند تاريخ وطني مثلا أو عند كفاءة مهنية ما يصير ما مرتبط بحزب مستقل يعني هو مستقل هو ترشح لأنه رشحة كتلة سياسية معينة بسبب غض النظر رشحه كتلة معينة هو مستقل ومهني لكن وين لي يصطلع ضابط قديم ليش كل ضابط قديم مهني أعلى أقل ضابط حسنا مو رجل وغير شوف هاي العلقل وهاي على مدر شنو هاي دمرت مؤسسات الدولة كليته يعني مثل ما يجبون وزير عدل وهو ما عنده خرش شارة قانون المؤسسة العسكرية العراقية مؤسسة معروفة وزير الدفاع بمواصفاته المهنية كذا رئيس الأركان بمواصفاته كذا المعاون بمواصفاته كذا هالشكل حتى يقود أما لأنه مرشح من كتلة سياسية مبنية على أساس تقسيم طائفي هذا كفر اللي صار الجيش ما يتقسم على هذا الأساس يجي الوزير لأنه رشحته فلان كتلة وفلان كتلة من حصتها وزارة الداخلية والأمن الوطني من فلان والمخابرات من فلان في حين هاي منظومة متكاملة يجب أن تجمعها هوية وطنية مهنية فيجون ناس أصحاب اختصاص ويجون بهويتهم المهنية الكفوئة والهوية الوطنية يعني عندهم تاريخ واضح عندهم مهنية عندهم سجل بالعراق ضمن هذا الاختصاص عند ذاك أنت تقول نحن نقدر نطمئن من داعش والعمليات الإرهابية الأخرى يعني شنو احنا بضمن هاي المؤسسة كلتا وصبحنا احنا بهاي المنطقة داعش عشرين كم متر عن هذا البيت من الموصل إلى أن وصله ليش وين المخابرات وين الأمن الوطني وين الجيش وين كلها كلها ماتوك مثل مشكلة بالولاء مشكلة بالولاء لو المشكلة بالتدريب والإسناد العسكري لو بالدعم اللوجستي شخص لي ماكو ولاء وحده ماكو ولاء وحده أنا وابع عنده ولاء وكاف لأكو مهنية مهنيا تتحمل المسؤول على أساس مهنيته وتدرجه الوظيفي وكفاءته يتحمل مسؤوليه مو على أساس الولاء طيب اليوم أيضا أضيف ملف آخر إلى المؤسسة العسكرية وهو ملف الحشد الشعبي والأمر الديواني الأخير اللي صدر ربما هي محاولة لإذابة هذا الحشد في داخل المؤسسة العسكرية ما رأيك؟ يعني أولا الحشد الشعبي بغض النظر عن أي اعتبار آخر قاموا بدور كبير نعم يعني أنا أقول لك أنه هاي المناطق بغداد كانت مهددة يعني لوما الحشد الشعبي وقوفه بكافة فصائله بما فيها حتى الحشد العشائري اللي شكل لاحقا كلهم كان لهم دور وربما كثير من تشكيلات الحشد الشعبي لهم دور أكثر من وحدات من الجيش لأن الجيش المهنية مفقودة بيه وتعينه والآمرين مالت بالفساد الحشد الشعبي ما كان هو الشكل علما كلاهما أبناء الجيش وأبناء الحشد الشعبي هم وكونهم عراقيين من طبقة اجتماعية واحدة وخاصة هم من طبقة دون الوسطى من الطبقة الفقيرة ولهذا تروح ستشوف شهداء العراق مين تلقيهم نادرة أن تلقي ما تلقي واحد ابن مسؤول متنفذ بالعراق على مختلف أنواع التنفيذ يعني تريد سمين لا تلقي ابن وزير ولا علم الوزير ولا حتى قلم الوزير ولا تلقي ابن مرجع ولا تلقي ابن مقاول أو تاجر وذا تريد تشيك يعني سهلة هاي تروح تشوف شوف يعني وضعهم ما صار طيب فهذه العملية جزء من المنظومة اللي يحتاج لها إلى عادة نظر جدية سألتني الحجد الشعبي والجيش اللي يصلح من عدهم للجيش للجيش مواصفات معينة فاللي تنطبق علي هذه المواصفات أهلا وسهلا بالعكس والمفروض للأمن الداخلي أيضا مواصفات مهنية اللي تنطبق علي هذه المواصفات هل أنه سهلا أما اللي ما تنطبق علي المواصفات إذا موضوع تكريمة أو تعويضة فهذا ممكن أن يعوض بأشياء أخرى أما إذا أريد نحافظ على مستوى المؤسسة الأمنية نحدد لها مواصفات وكل اللي موجودون به هذا المؤسسة يجب أن يكون ضمن هذه المواصفات طيب أنا أريد أسمع منك الحلول المقترحة ممكن لعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعادة صياغتها من جديد والله أعتقد يعني إذا دخلنا في مرحلة جديدة أولا موضوع المحاصصة بالمؤسسة الأمنية يجب أن يلغي ابتداءا من الوزراء نزولا لأن المحاصصة بالمؤسسة الأمنية ما اقتصرت على الوزراء فقط وعنما كل مناصب الجيش صارت بها محاصصة طائفية ومناطقية وهذا طبعا في الشرخ يعني جدا قوي هذا ما يأهل الجيش للمستقبل للقتال زيان وهذا يلغي الهوية الوطنية ويعمم الهوية المذهبية يعني هو سني يأخذ هذا المنصب شيء يأخذ هذا المنصب فصارت عنده ازدواجرية بالهوية في حين المقاتل يجب أن يعتز بهوية الوطنية العراقية أولا وما عنده أي هوية أخرى وأنا شفت يعني معارك حياتي وعي شفت معارك وشفت وعي بور الضباط والجنود كانوا يقاتلون بهويتهم العراقية زائدا مهنيتهم ولهذا كانوا عندنا جنود وضباط من مختلف العراقيين ويقاتلون وببسالة بغض النظر عن أي انتماء آخر مع أنه النظام السياسي مكاني عن ذاك النظام مو نظام نموذجي ماكو طائفية وكل شيء يكو لكن كشي رسمي ماكو شيء يجبر الضابط قل له انت شنو يكتب سني لو شيعي حتى تأخذ هذا المنصب أو حتى بدون منصب ماينطو هويته إذا ما يكتب سني إذا ما يكتب المذة بمالته هاي تخريب هاي إذا ريدنا بنى العراق دنيا لازم يلغن طيب أنا أريد أسمع منك كلمة أخيرة قبل أن أختم البرنامج طيب صراحة للوقت مش وياك بسرعة سار نجيب يعني كلمة أخيرة اللي ممكن توجهها للشعب شون يختار كيف يختار والله أنا أعتقد الكرة الآن في ملعب الشعب العراقي هاي الشكاوي وما العراقيين يقعدون يتعللون ويا أصدقائهم وغيرها وحشي وكلام هذا كله صحيح بس مايفيد يرات خلي كل واحد يقول هو دورة شنو عليهم أن أولا يصدون للفساد بالجدية ويشخصون الفاسدين ويقولون لا تتخبون الفاسدين لا الفاسدين يجب أن يسمون بنسب أو يحددون هاي نقطة على الشعب العراقي أن يستعد حالة حال شعوب الأرض أن يطلع ويظاهر ووقت اللي يشوف أكو خطأ يقول هذا خطأ وما يسكت عليه والنقطة المباشرة أنه ليمينون بالانتخابات الحالية أنه هذا مفلان منطقة وهذا مفلان عشيرة وهذا مفلان حزب لا خلي نظرون إلى الشخص تاريخه سلوكه مؤهلاته يفكرون بالمرشح هذا قد يقدر أن يكون عضو فاعل بالبرلمان أو بالسلطة التنفيذية ولا يفكرون بأي وعود أخرى يسوي لهم تعيين ويبلط لهم الشوارع ويوديو حل مشاكل لهم ووالشكل لها خلي الشعب يدور ينتخب ناس يبنون دولة وهذه الدولة هي توفر لهم الخدمات وتوفر لهم الأمن وكل احتياجاتهم نحن نتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا الفريق ركن نجيب الصالحي عضو تحالف سائرون شكرا لك لهذا الحوار الصريح يعلن وسهلا وأيضا شكر لكم وصول أحبة المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة